موسيقى بسم الله والابن وروح القدس اللي الله الواحد آمين عنوان الحلقة اليوم معرفة الله في رأي الكنيسة من كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية من رقم 36 للرقم 38 حلقة الماضية حكينا عن المداخل لمعرفة الله من خلال العالم يعني كل الكون يلي خلقه الله ومن خلال الضمير الموجود عند كل إنسان يلي هو صوت الله اليوم رح نحكي عن ضرورة الكنيسة كمال إنسان يتعرف ويتقرب أكتر من الله كنيسة برقم 36 تعترف بتقول أنه كل إنسان قادر يعرف حقيقة وجود الله خارج إطار الكنيسة يعني أي إنسان لو شو ما كان دينه قادر يعرف أنه الله موجود خصوصا مختلف الأديان السماوية ولكن يلي ما نشرحه اليوم مش حقيقة وجود الله بشكل عام إنما المعرفة الحقيقية لأله يلي هي ما فيها تكون إلا من خلال الكنيسة لنوضح أكتر عن هذه المعرفة نحن اليوم كشعب مسيحي كيف منعرف الله نعرفه من خلال كتاب المقدس أولا تانيا من خلال الكنيسة من خلال كتاب المقدس لما نقرأ العهد القديم فهو عبارة عن خبرة شعب مع الله فالله كان يكلم الإنسان ويخبره شو هي المشيئة الإلهية كيف هي طريق الخلاص إذن هذه الكتب بالعهد القديم لحالة بتخلينا نعرف الله أكتر من الأشخاص اللي ما بيقامنوا بالعهد القديم وقمت هذه المعرفة الإلهية مع تجسد الله الأبن يسوع المسيح اللي خبرنا عن الله الآب وخبرنا عن دور الأبن الخلاصة ووعدنا بالروح الكدس وخبرنا كمان شو هو دوره هذا بالإضافة لتعليمه عن ملكوت السماوات كيف الإنسان لازم يتصرف ليطلع على الملكوت ويسوع كان يستعمل الأمثال ويعمل عجيب ويشفي مرضى فهيدا كله الله كشف للإنسان من خلال شعب الله المختار أولا وبعدين من خلال الكنيسة والهمات الروح الكدس إذن لأشخاص اللي ما بيقامنوا بالإيمان المسيحي بتعليم الكنيسة فهولا ما عندهم المعرفة الإلهية فكل اللي عندهم إيه شرحناها بالحلقة الماضية فقط المعرفة بوجود الله من خلال العالم والضمير مش أكتر من هك يعني ما في معرفة لا بالثالوث ولا بالعمل خلاصة والفدائة ولا بحقيقة الصعود إلى السماء ولا بحقيقة الحياة الأبدية هون فينا نحكي عن الصراع الموجود بين الإيمان والعقل اللي حكي عنه البابا يوحنا بولوستانة سنة 1998 إيمان والعقل بيضلوا نماشيين سوا ولكن رح يوصلوا لمكان ما بيقدر العقل يكمل لأنه هيدا المعرفة منا معرفة إنسانية إنما معرفة إلهية وتفوق الكدرة البشرية كرميل هاكي الإنسان بحاجة أنه يستنير من وحى الله ضمن الكنيسة مش برات الكنيسة وبقدرات ذاتية في يسوع أسس الكنيسة وقال له لابطرس أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي يعني الكنيسة مش خيار ضمن عدة خيارات إنما الكنيسة هي الطريق الوحيد للخلاص لأن الكنيسة بدلنا على يسوع يعني على الله وعلى طريق الخلاص آمين اشتركوا في القناة